حقيقة الأمر أن في 70% لـ 80% من السيدات بعد الولادة بيجي لهم حاجة اسمها Maternity Blue أو Baby Blue Baby Blue ده بيبقى مجرد حزن كده بيقعد من يومين لعشر تيام ماكسموم لكن 10% من السيدات بيجي لهم اكتئاب فعلاً 10% وما النسبة اللي بيجي لهم من عشر تيام لعشرين يومين لعشر تيام 70% لـ 80% ده يعني أغلبنا أغلب السيدات بيجي لهم يعني يشوفي أغلب السيدات وما بنحسش يعني ما بيقولوش بيجي لهم 70% لـ 80% الدول بيجي لهم حاجة زي حزن كده يعني بتبقى ممكن تعيط من غير سبب الموت بتاحها مختلف عصبية حزينة هي حاسة أنها حزينة بس الموضوع ده الحمد لله ما بيعودش كتير أم عشر تيام أم عشر تيام ماكسموم بيبتدي على طول تاني يوم بعد الولادة وبينتهي إن شاء الله يعني بعد عشر تيام طب وده سببه ايه دكتور؟ بص السيدة كل السيدات أثناء الحمل يحصل لهم نسبة الهرمونات اللي هي الهرمونات الأنسوية واللي هي كمان بتحافظ على الحمل بتزيد عشر مرات عشر مرات بيحصل لها بقى دروب عقب الولادة مباشرة فجأة كده بينزل مستوى الهرمون العالي قوي عشر مرات ده ومنازل مرة واحدة كده ها بعد الولادة مباشرة يعني فجأة بيحصل الدروب ده فطبعا بي بيعمل نوع من أنواع التغير الكيميائي في الجسم فوق كده طبعا احنا فاهمين انه بيحصل تغير جسماني الست بعد الولادة بتتصور انها يعني جسمها بشكله بيتغير طب غير انه بيحصل تغير سوشيال يعني تغير اجتماعي الحياة بتختلف ولا نوم بقى ولا اي حاجة خلاص بالضبط فالتغيرات دي كلها بتؤدي للهزة النفسية دي